قبل ما هو البديل الموقف الأمريكي مش غريب شوي يعني اليوم ألا يوجد طرف في السلطة يمثل النفوذ الأمريكي بشكل أو بآخر طيب المعلومة الآن في الولايات المتحدة هناك انقسام في داخل الإدارة الأمريكية نفسها وفي مؤسسات الدولة الأمريكية يعني عندما تشاهد الكونغريس يعني أنت اليوم كأمريكي عم تدعم التظاهرات ضد الإعلان السياسي طب ليش أنت يا إدارة بايدن ألاست راضية عن الاتفاق السياسي الأعلان السياسي التي تم بين برهون وضعانو حمدو نحن كما نتحدث في دولنا دول العالم الثالث أن هناك دولة عميقة أيضا في الولايات المتحدة هناك مؤسسات الدولة العميقة في الولايات المتحدة هذه المؤسسات تنظر نظرة مختلفة للإدارة الأمريكية إدارة أمريكية تحاول أن تلعب لعبة السياسة ترسل مبعوث ترسل موفد من الإدارة أمريكية ولكن هناك مؤسسات متجزرة في القرار الأمريكي متجزرة في صياغة السياسة الأمريكية فيما تعلق بعلاقاتها الخارجية هذه تتحكم في هذه الأمور ويبدو أن الارتباك الذي حدث للولايات المتحدة في الأيام الأولى دون أن تستطيع أن تحدد موقف ما هناك جهات داخل الدولة الأمريكية استفادت من هذا الموقف وفرضت إرادتها في بعض البواقف فالصراع الداخل الأمريكي نحكس الآن على السودان وأنا أعتقد أن يعني هناك طرف أمريكي رسمي داعم للتظاهرات ضد الأعلان السياسي وطرف أمريكي آخر داعم هذا واضح إذا لاحظت لغة البيانات التي تصدر في الولايات المتحدة يعني البيت الأبيض يتحدث بلهجة مختلفة عن لهجة مزارة الخارجية مثلا ملهجة مختلفة عما في الكونغرس الكونغرس الآن يعلن أن هناك مشروعات قوانين ستصدر وأن مشروعات القوانين قدمت وأن لجنة العلاقات الخارجية ناقصت قانون لمعاقبة قيادات المكونة العسكري هو من يعيق التحول الديمقراطي في السودان هذه مواقف مشتتة ستبادل أدوار أم تناقض داخل المؤسسات الأمريكية أنا أعتقد أنه تناقض داخل المؤسسات لأنه لو لاحظها الآن في كل الملفات الدولية الآن الولايات المتحدة لم تعد هي ذاتها الولايات المتحدة السابقة يعني الولايات المتحدة كلاعب دولي بدأت تضعف شيئا في شيئا كذلك هي الإدارة الأمريكية الآن منشغلة بعدة ملفات ملف في أوكرانيا ملف في تايوان ملف إيران ليست منشغلة بالكامل في السودان وجدت مجموعات الناشطين وجماعات الضغطة الأمريكية والتي تتحالف مع جهاز الدبلوماسي الأمريكي في وزاعة خارجية وبعض الجهات الأخرى وجدت فرصة في أن تتقدم على الإدارة نفسها فلذلك هذه المواقف التي تراها هي صناعة اللوبيات الضغطة داخل الولايات المتحدة وخاصة اللوبيات المهتمة بقضية الديمقراطية قضية حقوق الإنسان اللوبي السود في أمريكا هو اللوبي متحالف جدا من فترة طويلة ضد السودان حتى في عهد النظام البشير ومعه بعض أعضاء الكونغرس الذين وصلوا إلى الكونغرس بتبنيهم لبعض قضايا الدول مثل قضايا التبيت مثل قضايا الروهينغا مثل قضايا بعض البلدان الأفريقية هل لا يستقلون هذه القضايا وجدوا في قضية السودان فرصة لاستغلال هذه القضية والظهور أمام الناخب الأمريكي أنهم حريصين على الغيمة الأمريكية التي يتحدثون عنها هذا هو حقيقة المواقف الأمريكية المتعارضة والمتنامرة توي شكرا